الحقيقة أسواق النفط تتصرف بطريقة غريبة أو غريبة جداً الأساسيات إذا ننظر للأساسيات بطريقة علمية وبصحة وعافية الاقتصاد فهو الأساسيات قوية تدعم باستثناء الصين طبعاً عندنا طبعات أو بالصين الصين أخفقت في الوصول إلى الناتج المحلي أو الجدبي إلى معدل 5% زيادة حسب نتائج الربع الأول والربع الثاني لكن إذا استثنين الصين فعندنا الآن تخفيض في الانتاج معدل 2 مليون و 200 ألف برميل يومياً أجلت شهرين إلى ديسمبر القادم وعندنا الآن ما يسمى بالكومبلاينس تشديد نسب الامتثال للدول التي تجاوزت نسب الامتثال في مجموعة أوبكابلس العراق، الكازاخستان، روسيا هذه تقريباً مجمل النسب الامتثال التي ستحرم الأسواق منها تأتي إلى 2 مليون و 700 ألف برميل يعني 1.440 ألف برميل يومياً تأتي من العراق 699 ألف تأتي من كازاخستان و 547 ألف من روسيا فمع دولار ضعيف المفترض أن نتطلب الأسواق تصرفها غريب جداً غريب بالأساسيات والمعطية دكت دكت